اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوش التاني بما اننا دخلنا السنة الجديدة فالحلقة معروف اكيد هتبع عن ايه يعني الموضوع عمل زي موسب كلا بيجي مع بدايك كل سنة جديدة زي ما احنا عارفين دهما للشغل الشاغل اللي اي بلب في العالم ايه هو اللي هيحصل في المسابق عشان لو في اي كوارس متوقعة تتجنبها ولو في حاجة ايجابية تحصل يكون عندهم القدرة على استغلالها وطبعا مصر مش بيض عن العالم الاول خالص بس انا مش بتكلم عن مصر القديمة بتاع الزمان بتاع الدراسات الجادوة دي انا بتكلم هنا عن الجمهورية الجديدة وزي ما الدول العالم عندهم مراكز ابحاласти ودرسات وباحسين يقدروا التنبؤوا بالمسابق الجمهورية الجديدة كمان عندها باحسين يقدروا يعملوا ده وبشكل افضل من بره من يوم مرة كمان من غير بقى التكاليف بتاعة البحث العلمي والميزانيات الضخمة والحاجات دي ما احنا قلن لكم جمهورية جديدة تعالوا بقى نزبط لكم قدرة الباحثين المصريين على التنبؤ بالنسافي فاكرة النهاردة الحقيقة بتهم موظمنا برجع مع حضراتكو في حلطة تقريباً كل سنة نهاية السنة فاضل عليها حاجة بسيطة وهنبدأ سنة جديدة بما أننا داخلين على سنة جديدة كان ممكن النهاردة يبقى فيه أغاني بس طبعاً ما ينفعش نكون هنبدأ سنة جديدة وما نعرفش أخبار التوقعات والأحداث شغف الإنسان بمعرفة المستقبل غريبة مشاهدين يا بساء الخير يا عبير يا فؤاد أستاذ محمود أستاذ محمود دفتر محمود الشامي سابية مساء الخير فرعون كل سنة وإنت طيب يا فرعون بسانت إزايك عاملة إيه؟ أعلم بيك يا عملة كل سنة وإنت طيبة وإنت طيب الحالة لتصدف مصر هتبقى عاملة إزاي؟ صب يا أبني صب يا عمر فيه يا عمر يا مين بسانت دي بتشغل إيه؟ عشان تسألها سؤال عن الاقتصاد المصر جل رحبوا معي بخبيرة التارو بسانت يوسي بخبيرة التارو هاي أبني ملهاش في الاقتصاد خالص بعدين هو وزير ملايه أساً ماكفى حاجة؟ وعلى فكر بقى أنا متأكد إن بسانت دي هتطلع بتحترم التخصصات ومش هتجاوب على سؤالها مفيش أزمة كبيرة مفيش أزمة آآ يعني كل حاجة محلولة كل حاجة لها حالة طيب الحمد لله مقضية خلاص؟ أمو الحضرتك فاكر ايه يعني؟ أمو الحضرتك فاكر ايه يعني مفيش أزمة والحلقة للاقتصادية المصرية تبقى زي الفل على فكرة بقى نا مش كلامي ولا كلام الدكتورة بسانت بس أنا عندي مصادر موصوكة جداً هي اللي مأكدها لي الكلام ده السنة دي 2022 الاقتصاد المصر هيتحس مش هيبقى فيه أي غلاء خالص في الأسعار ولا على الغني ولا على الفقير حتى أنا لازم أقولك الحقيقة الحقيقة انه انت لسه قدامك سكع في 22 الحاجات هتزيد فلا تندهش بس حيفضل دايماً على الغني والفقير زيادة في الأسعار أحيي يعني انت طالع تريب الناس وتخوفهم وتقولهم كل حاجة هتزيد الرجل من الدكتورة بسانت بمأكدها ان الاقتصاد هيتحس انه الأسعار هترخص فوضح كده يا جماعة ان عمرق دي تقريباً زهق من كتر ما بيتناقض مع نفسه فقال خلاص أنا أجيب بقى ضيوف يتناقض هما معايا كانوا من التغيير يعني خلاص عام حقك علي أنا برضو ضغطتك في حتة مش حتتك عايزك انت بقى تضغطها في حتة مش حتتها وتخليها كده تطمننا على المنتخد احنا داخلين على كاس أمم ومديل السنة الجاي مصر حتوصل لكاس العلم هل ممكن نروح لكاس العلم هتوصل بس حاجة بسيطة يعني معرفة احنا مش هرب لكاس العلم احنا كاس العلم هو اللي حيجلنا يعني هو أنا يعني أنا مش عارف اقول لي ايه لحضرتك والله يعني يعني مش فهم بس هو ايه اللي مصر هتوصل كاس العلم بس حاجة بسيطة يعني يعني أنا مش عارفة اجبها لك ازاي بس عارفة سؤال الابهات ده بتاع واحد ازاي ده هيتساوي كم او ده بقى ممكن يبقى ليه ايجابتين عادي لكن سؤال عمر عنوصلنا لكاس العلم هو ليه ايجابة واحدة هتوصل بس حاجة بسيطة يعني معرفة احيه بس اول ايه مش عليها برضو اللي يبقى عليك انت عمر انت بتسألها في حاجات غريبة برضو احي يعني عايزين كده اسئلة واحدة زي دي ممكن تكون بتفهم فيها هل الكورونا حتزيد في مصر في عشرين اتنين وعشرين سد النهضة اخباره هتبعاملة ازاي لا تمام تمام انا اسف انت ترجع تسألها عنوصل احسن مش ملاحظ معي عمر يعني ان سقطك في حنكتها السياسية مبالك فيها شوية يعني انت بتسألها سؤال عن كورونا وزيرة الصحة الشخصية ما تعرفش الجواب عليه بعدين هو ايه لصد النهضة اخباره هتبعاملة ازاي انت لم تتعامل مع صد كده من نقطك مش فاه هل علاقتنا مع اسيوبيا هتتحسن ولا هتسوقها هو السؤال اسهل بحاول يعني عشان اما تبصي الاجابات تجيلك بشكل اسهل تبتعملها او مصر دي مفرنا كوتشينا معلم ايه ممكن تشوفوا الكوتشينا احنا مش شايفين واحنا مش فاه طب خلاص خلاص خليها الجواب عام وتقول لنا علاقتنا باسيوبيا هتبعاملة ازاي بين البنين فيه وفيه هتوخد ما هي افضل ولا هي اسوأ طب الحمدلله طب منتين على علاقة مع اسيوبيا السناد يا جماعة هتبلغ علاقة معهم خدوهات يعني عايزين منهم شوية مية ندلهم شوية الكهرباء مدتلهمش بقى كهرباء هتلاقي بقى احمد بيرد ع السيسي يقول له معليش همعلم مع ما عشان مات العلاقة خدوهات طب فيه حاجة تانية حضرتك تحب تضيفيها او اساس ارساني الورقة دي بالذات الورقة بتاعت كوكب نبتن كوكب نبتن يعني هو كوكب الوهم بيصدر الوهم ويخليك تصدقه وتؤمن به وتحلف عليه ان هو حقيقي مع انه مجرد وهم ده يل بورج التوكسك بقى يا اخي حضرك متأكده انه بتكلم عن نبتون مش عن واحد عماله معاكي ولا حاجة في اي علاقة يعني انا معرفش كتير عن نبتون الحقيقة غير انه في اخر المجموعة كده ناحية بلوته والكلام ده بس اول مرة عرف انه بيصدر الوهم لا انت كده فلا شامع من وارا عمر انت وضيوفك قوت الصراحة مش ينفع هتكمل معنا في الحالة اكتر من كده قليلا يا شربي افلنا بقى ايه حد كده يكون خبير فعلا في امور الفلك عايزين على الاقل نتطمن على اوضاع الوباء اللي العالم بيعيش وده السنة الجاية السبب ان كان في كورونا وجود كوكب المشترى وكوكب زحل في مكان واحد فسالب ومجب هيعملوا ايه في العالم؟ هيوصلوا الكهرباء اللي حصلت اللي هي كورونا لا معلش تاني هو كل اللي بيحصل فينا ده بسبب النزوح للمشتري كانوا في مكان واحد يعني هم يخرجوا يتقابلوا بره احنا يتحبس في البيت بس اللحظة بس هو فين المشكلة يعني انا كانتش معهم محرم مثلا او ايه بعدين كهرباء ايه دي اللي وصل الكورونا يعني حضرتك فهم غلط يعني كورونا عرضها احتقان ارتفاعوا درجة الحرارة حاجات زي كده لو الموضوع لي علاقة بالكهرباء فالكهرباء دي ممكن تكون زيادة في مخك انتة بس مش اكتر هو ما انت بتكلم بجد فعلا يعني هيوصلوا الكهرباء اللي حصلت اللي هي كورونا هو ما انت بتكلم بجد فعلا هيوصلوا الكهرباء اللي حصلت اللي هي كورونا اه لا ده شكله بيتكلم بجد يا جماعة طب معليش خلاص يعني انت خلصت مع بعياتك كده طيب ولا حضرك عايزول اضيف ح� بتتوقعها تحصل السنة الجلية ولا ايه والتوقع لي عايز اقوله لك انه في بعض الإصابات وده مقى انفراد لقطة احمر في بعض الإصابات في الزرع في امريكا الثاني واحدة بس يعني بعيدا عن ان انت طالع في برنامج لشخص محدش حرفان يعرفه غيرك وبعيدا عن ان مشاهدات الحلقة 200 واحد يعني هنفترض عادي ان ده برنامج ليجو امور عريض ايه اللي انفراض في ان فيه اصابات هتحصل في الزرع في امريكا انت هنالك ستطلع تتنبأ بوجود تغيير مناخي ولا حاجة في الكوكا انت مش ملاحظة معلم ان التنبؤاتك دي بتحصل عادي كل سنة طب خلاص خلاص انا بصراحة لسه عندي امل فيك يعني حس كده ان انت هتطلع تقول لنا مفاجآت ما كنتش عايز تقولها من الاول عندك اي مفاجآت تانية عايز تقولها؟ شيرين عبدالوهاب عتتقدم تقدم عالي جدا اه 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 تامر حسني اصالة انغام اه من تاني اه نقول من تاني فقريني كده بالمطربين نايس يعني مبدئيا دي دماغ بانجو انا عارفها كويس نقول من تاني فقريني كده بالمطربين انت رايح البرنامج و مش عارفة تقول ايه صح؟ استبحت وروحت على طول كده قول عادي ما تخافش اهم منك مليون مرة و بيعملوها هيني قاعدين انتو تركاموا العربيات و كيكي و كيكي بس اقولك ايه الهيب مش عليك الهيب على الرجل ده فيها شلب فين الناس بتوعنا عام و فين فرعون و مسميين الحلق و مريض فرعون فين فرعون بتاعك ده؟ اخبار خلتي كورونا ايه؟ يعني مش هتبه بالكوة الكبيرة تبدأ بات يعني تبه متواجدة معاك كأنها فرد من افراد العائلة فرد من العائلة ايه؟ يا عشي الموزيع عليت لخلتي كورونا خلاص هتعتبالها واحدة منكم بنتكورونا هتعمل منك بطلطس محمارة يعني حضرتك ايمكن مش متابع مثلا او انت غير مؤهل للاجابة على الاسئلة دي مهمكش عادي يعني كلنا بيحصل معنا كده خلينا نتكلم معاك في حاجة انت بتفهم فيها يعني يقولك ايه؟ خلينا نتكلم في الكورة مسك طب مانا شوية عم عايزين نعرف الزمالك والاهل هيعملوا في بطولة افريقيا السنة دي والزمالك في المربع الزهبي بتاع البطولة الافريقية تابع البطولة الافريقية متوقع مين ياخدها؟ او ده توقعي بحد هنا ستعني واحدة بس الصب ليه؟ الصب ليه؟ انت جاي على اسهل حاجة وتقول الصب ده انا لو جبت عائل في الثالثة ده هيقولك عادي مين هياخد دورة ابطال الافريقية السنة دي دول بياخدوا اكتر ما بيستحموا ياوابا يعني انت ولا عارف تتنبأ بحاجة عن كورونا ولا عارف تتنبأ بحاجة عن الكورة امال انت لازمتك ايه؟ طب بص يعني هقولك على حاجة يعني علشان ايه؟ تحلل قرشك شوف على القل المزيع الغلبانة اللي جايباك دي طمينه على البرج بتاعها ياخي ان السنة اللي فاتت عند بتوع برج الحمل كانت سنة كبيرة جدا ده معنى؟ لان كانت سنة حظ بتاعتهم انا عايزة اقولك هتأسوأ السنة علي السنة اللي فاتت ايه؟ 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 معقول يعني طبعا فرقون الصدم بس هو الصدم الحقيقة فرقون ان انت كنت تنبأت صح ولا حاجة يا رجل حتى المزيع الوحيدة اللي واصلت فيك مش حرف تتنبأ بمصارة بس هنعمل ايه؟ واحدة مش مزيع عاملة فيها مزيع واحد مش خبير عامل فيها خبير وبعد كل ده ييجي واحد لما واخذي يقولك الابراج دي وهم ومش حقيقة فيه لسه ما بتقتنعش بموضوع الابراج والترو والحباب دي كلها اكيد هل هي حقيقية فعلا؟ بالتجربة حقيقية اه بالزبط كده علم الفلك ده علم تجريبة اصلا وكل التجارم اثبطت صحته ولو مش مسدق اسألي فرعون اهو شفت جبتلك فرعون بنفسه يثبتلك بس انا عارفك انا عارفك مش هتقتنع برضه انا هجبلك دليل قطع بقى لا انا ولا انتي ولا اي حد يقدر يعترض عليه وخلينا نقول ان علم الفلك والابراج ده علم من قديم الازى ومذكور في القرآن وايام رسول عليه افضل الصلاة والسلام كانوا دايما بيتتبعوا الطريق بتاعهم والقطة بتاعيتهم عن طريق النجوم سمعتوا؟ سمعتوا يا شوائك مش شككين؟ اهي الاستاذ اخرصاتكم واخرصاتني واخرصة شلبي كمان الحية وجابتلكم الدليل القطع جمذكورة في القرآن يا عبدالله منك له قبل ما نختم الحلقة بقى خلونا نشوف فيديو كده على السريع عملت انا وشلبي الفيديو ده جمعنا فيه توقعات الخبراء السنة اللي فاتت واللي سعدتنا اكيد وسعدت القضاء في رسم السياسات العامة للدولة في مصر تغذي العالم 2021 وانا قلت لحضراتكم يوم الاربع ويوم الثلاث ومن اسبوعين ومن ثلاثة ومن شهر ازمة غزاء قادمة وكمان تورتغان قد يتحول الى المحاكمة ابدأ ولي واحدة ابو ظبي محمد بن زايد آل نهيان زيارة رسمية لتركيا اليوم هي الاولى وفي حاجة قطر نستنيا مش عنا خد مش عتحصل ممكن تكون حاجة قولمبية ممكن تكون كاس العام يعني البداية من الإنجاز الذي حققه البطل القطري معتز برشم بإحرازه ذهبية الوثب العالي انت راحة لفترة حلوة انا شايف هي ببقى فيه رياحية في الاكساس بس هيفضل دايما عالغاني والفقير زيادة في الأسعار مين هياخد الدوري الأهلي ولا الزمالك اللي هياخد الدوري الأهلي أقق فريق الزمالك المصري قبل قليل لقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشرة متر في تاريخها بس فيه خبر مؤسف يعني لو تحب أقوله عن السعودية ان فيه حاجة مؤسفة عتحصل في الكعبة المشرفة أعلن مصدر المسؤول في وزارة الداخلية أسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام سنة 2021 هي الحلول الصعبة فمن ضمن الحلول الصعبة حل أزمة سد النهضة ما بين مصر أسهوله حيبقى فيه حل وسط عيردي الطرفي بس ده عيجي في النص الستين أعلنت إثيوبيا الانتهاء من المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة وزي ما انتم شايفين كده في نهاية كل السنة الألام المصري بيصديف خبراء الدجل والشعوازة لكي يطمنونا بكلمتين من تألفهم عن اللي يحصل السنة الجاية ويسكنوا المواطن بأي خرافات من بتاعهم ويخلوهم صبر عن المأس اللي بيشوفها وبيعاشها كل يوم وطبعا ما فيش أي حاجة من اللي هما بيقولوها بتحصل أو هتحصل أصلا ولو في حاجة حصلت بتبع حاجة بديهية جدا زي إن في حرائق في أمريكا أو الأهل ياخد بطولة إفريقيا مثلا وفي نفس الوقت دول العالم بتطلع الفضاء وبتدرس الطاقس والمناخ علشان بس يقدروا يعرفوا إذا فيه كارثة طبيعية لقدر الله ممكن تحصل وتأثر على الحياة في الأرض ولا لا؟ بس عارفين اللي يزعل فعلا إيه؟ اللي يزعل إنه مصر أولادة وإنه فيه من ولادها اللي بيشغلوا أهم المناصب العلمية في العالم كله لكن احنا بدل ما بنكرمهم ونحتفي بهم بنحريبهم ونشوه صورتهم ونطردهم نطردهم برا البلد سواء بالإهمال أو الضغط الإعلامي والسياسي عليهم رغم الأوطان والحضرات فعلا بتبني بناس زي دولة دي كانت نهاية حلقاتنا متنسوش تعملوا شيروا لايك وتعملوا لنا سبسكرايب لو بتشوفونا على اليوتيوب وسانونا في حلقة جديدة الاسبوع الجاية سلام